لأنه القادم للأستاذ أحمد جلال هو العقد المنتظر تسريبه في الزمالك لسه تاني؟ اه طبعا مش كفاء فلاشة موجودة وكما قال الشاعر هات الفلاشة هو عقد العيبني بجد هات الفلاشة هو عقد العيبني هو كما عقدة متسرب لحد دلوقتي لغاية دلوقتي فيه عقدة تسربت والسنة دي حوالي سبعة سبعة في عقد جاي العقد المهم بقى العقد البوم تقوليه زيزو بالزبط يوبس أحمد سيد زيزو هو العقد المنتظر تسريبه ده هيستنى شوية كده حلوين لغاية ما يتشاف الوضع ايه وبعد كده يطلع عقد زيزو وعقد زيزو المقربين أو اللاس الموجودة كلهم عارفين ان هو العقد الذي أثار أزمات وصدمات كبيرة باعتراف رئيس النادي نفسه لما قال أنا ما كنتش قادر أقعد إمام عشور عشان موضوع زيزو وعقد زيزو وفلوس زيزو برغم النهاء ان بداية قزمة إمام عشور الحقيقية مع عقد زكريا الوردي أنا فيه سؤال مستفزني جدا دلوقتي مش قادر أستنى عليه حد هو مين ليه مصلحة أنه يأذي الزمالك بده يعني هو اللي بيحصل ده أزيل الفريق أزيل الفريق الزمالك كده كده اللعيبة أكيد بطبيعة الحال كلنا يعني لو اللعيبة بتبص البعض ومين بياخد أكتر ومين بياخد أقل مين مصلحته الأزية دي جوه نازي الزمالك نفسه يعني فاكر المقولة بتاعت المونسة عدلقاي الأهل مختارك 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 ها الزمالك دلوقتي مختارك 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 الموضوع ما بيبقى بين إدارة مالية وإدارة قانونية ومجلس إدارة وبعد كده بتروح للأهود أربعة نسخ نسخة للمطقة نسخة مع اللعيب نسخة مع النادي نسخة مع التحاد الكورة الناس اتهمت التحاد الكورة واتقول ما فيش أهود تاهم أنت تتصرف ما فيه قوة كبيرة برضو لعبة تانية بالأهل والبيراميدز لعبة قوة كبيرة حد تسرب حاجة حد تسرب حاجة هي المقصود دين الزمالك من جوة إحدى الإدراض داخل دين الزمالك فالعقد المنتظر هو زيزو لأنه خصوصا لو أقولك قصة إمام عشور قصة لعبين آخرين وفعلا عقد زيزو كبير باعتراف المسؤولين أن العقد فعلا كبير لكن الزمالك كان محتاج اللاعب وهذه وجهات نظر لكن العقد كبير 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 طيب أنوان آخر كبير 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 عند أستاذ أحمد الهوالي رحيل جماعي في الزمالك بنهاية الموسم كنت حاس أنه هو لعنى أنه رخش أتخضيت برضو أتخضيت بعدين يا جماعة يعني مع كامل الاحترام يعني هو يا جماعة فعلا الزمالك محتاج هدوء بس مش مننا يعني هدوء من الناس اللي بتشتغل في الزمالك لعيبة عايزة تمشي ولعيبة بتتسرب لها عقودها ومشاكل في المدربين يا جماعة اللي بيحب الزمالك طبيعي أنه كل الكلام ده بيبقاش موجود أنا والله أنا مضطر عشان ده شؤون ريتنا شؤون ريتنا الإعلام بس حرام اللي يحصل للزمالك كده حرام بص أول موضوع مرتبط شواء بموضوع تسريب العقود لأنها يعني التسريب العقود ده كنبيلا موقوتها جوه الزمالك يعني أحدث أزمة كبيرة جدا اللعيبة اللي تسربت عقودها عملت مشاكل كبيرة جدا واعترضت وفيه لعيبة شافت زميلها اللي تسربت عقودهم قبلها ما وصلوش لحاجة فما تكلموش خلاص يعني آخر عقود تقريبا تسربت عمر السيسي ومصطفى الزناري والأجانب والأجانب طبعا قبليهم وكما مصطفى الشلبي مصطفى الشلبي هو البداية بأنه هو أحدث أزمة كبيرة ودخل قودونجا طبعا من ضمن الاسماء برضو اللي تسرب عقودها وعمر جامل هي كل الصفقات يعني هو اللي تشتغل على قصة التسريبات دي وأكدأ أجزم يعني مش معلومة أن التسريبات دي خارج من جوانات الزمالك عشان نازم أرضو قالت من منطقة اتحاد الكرة التسريبات دي خارج من جوانات الزمالك الناس بقى لها أهداف مع أي أن كان قصة بقى الرحيل الجماعة كريم اللعيبة اللي تسربت عقودها مستقرين بشكل كبير جدا على الرحيل وفي لعيبة قدامة في الزمالك خلاص هيطلبوا الرحيل والموسم دي يكون آخر موسم لهم ويجيبوا عروض بعد نهاية الموسم ويمشوا سواء بره أو جوه مصر بص قول اللي انت عايزه مش هقول لك لعيبة ويعني خدت قرار بالرحيل هو مش مرتبط بعقد هو مرتبط بعقد هو يجيب عرض زي أمام عشور هو جاب عرض وانا ماشي أنا عايز أقول لك أن اللعيبة لما أمامه جاب العرض ورح مثلا كانوا بيبركولوا مش بيبركولوا انه طلاحت اعرف هو ببركولوا انه ماشي اللعيبة اه بيبركولوا انه ماشي فيه لعيبة جوا قد لبس الزمالك لموا متعلقاتهم واغراضهم يعني لعيبة كريمة ما بيروح بيبقى لي لوكر بقى حاطت فيه السترزاب بتاعته وشونته أدوات التدريب فيه لعيبة لمت كل ده وخلاص روحهم البيت اللي هو على الأدى انا هجيب اللي أنا جاي اتمرن بيه وانا ماشي وعشان أنا آخر السيزون مش مكمل وماشي فيه لعيبة لمت حاجتها من جوا طيب ايه موقف